صالون التمييز والتوجيه للناجهين الجدد في شهادة سنوية الشادية نورد عام 2024 تم تخصيصه لدعم الناجحين في اختيار مساراتهم التعليمية التي ستشكل مستقبلهم كما يعد التوجيه الاكاديمي والمهني لهذه المرحلة حاسم للناجحين ويتطلب التفكير والتمييز لبناء هدف سليم ويقدم هذا المعرض فرصة فريدة من نوعها للناجحين للقاء مع الخبراء ومؤسسات التعليم العالي والشركات والمنظرات التي ستزودهم بالمعلومات المستنيرة بشأن اتخاذ خيارات حكيمة رئيس الجمعية الاممية للعمل والمواطن بخير عبدالله شايبو أدل في كلمته الافتتاحية نحن هنا ليس من أجل نجاح أمنائنا فقط بل نحن هنا من أجل مستقبل الشاد مشرق وهذا الصالون جاء من أجل مساعدة الناجحين لرسم خطة حياتهم التعليمية ما بعد الشهادة الثانوية مضيفا أن هذا الحدث له أهمية كبيرة خاصة في بلدنا لأن التمييز الأكاديمي هو المستقبل الواعد لشبابنا هذا وبعد الانطلاق الرسمي لصالون تمييز تم ذيارة أجنحة المعرض والتي نظمت خصيصا للناجحين بهدف مساعدتهم على اختيار الجامعات والكليات التي يرغبون في الالتحاق بها علما أن هذا المعرض سوف يستمر لمدة يومين